الدوري والدوري هيرجع فترة الراحة دي هل فترة الراحة دي خدمة الفرق؟ ولا بتبع سلبية الفرق وإيجابية الفرق؟ على حسب المدير الفني اللي موجود وعلى حسب طبيعة الفريق في فريق هاستفاد وهتفرج الفترة القادمة انت لوحدك هابها تقول الناس دي شغل صح عملوا في البريك ده حاجة كويس بالزبط الناس دي لا ما كانتش يتمركزة هو ده اللي هيبان دايما ما تعرفش كل مدير فني شغل ازاي فيه مدير الفني كان بيشتغل على حتة لخة بدنية بدني عايز بدني هو كتير بيشتغل فيه واحد عايز حتة انستجام بيشتغل بس ده اللي بيفكر في رقيته هيبان المبارات الايام القادمة فيها ايه كل مدير فني يستغل في فترة دي ازاي وهي كانت فترة طويلة جدا ومفيدة جدا بس يكون اللي يستغلها يعني الحد مبارح مثل الكارترون عام المبارات دي مع الاتصالات وانا كنت تحاضر فيها عايز نشوف اصابات كتير او بدأت الناس تخش كده انا اقول لك بمسل بس لانا كنت حاضر في المبارات بارح سعر ما نتكلم عن مبارات ده كابتن وانت خدتيني لها بدري بس اتكلم معاك في الوقت مبارات دي في التوقيت ده بيجهز فيها المصابين قبل مبارات وفاق ستيف وحاجة رائعة جدا لكن لما تشوف قوام الفريق اللي نزل الشوت الاول واللي نزل الشوت تاني تلاقي ان الاهلي برغم الاصابات الكبيرة عنده لعيبة كويسة وفي غياب لعيب المنتخب الأولمبي ولا لعيب المنتخب الأولمبي عنده ايه؟ طول كلامنا انا وانت هنا في حاجة ما اتكناش فيه انا وانت الاهلي عنده نقص في اللعيبة خالص عمرها ما هتحصل حتى كم الاصابات اللي احنا كامنا عليه اللي اربع اللي فات بقولك عادة جدا بتحصلها في اي فرقة لكن انت عندك ما شاء الله عندك ناس كتير جدا وعندك ناس من الناس صغيرة اللي انت متواصف فيها خير ان شاء الله في الالقام القادم فانت ما عندكش مشكلة على فكرة لكن هو امبارحة طامنة على المصابين وده كانت مهمة جدا بالنسبة ل مثل الكارتروني الامبارح وجهاز الفني واحد زي سعد امبارحة فرقت عليه طامنت عليه كويس جدا زي الفل السلية عمر عشور ناس كيترقوا لعبة امبارح يعني منبدأ المباراة بالاسماء طبعا مع حفظ الألقاب على اللطفي احمد فتح وسعد سمير ومحمد عبد المنعم وصبر رحيل وحسام عشور وعمر السلية وليد سليمان واسلام محارب واحمد حمودي وصلاح محسن دي التشكيلة اللي بدأ بيها حط كل المصابين بيشوفهم بيبدأ بيهم وبيقدوا بشكل كله بس ابها قطعك والتشكيلة دي لو بدأت دورة ممتازة فيها مشكلة خالص طيب خالص بس يعني عندك كمان لعبة غايبة كمان فانت ما عندكش مشكلة في لعبتك الحمد لله بيش اي مشكلة خالص الناس كلها موجودة وهو بدأ بالناس اللي هو بعيد في اي مرافل في الدورة نفسه دي تشكيلة بس مع اول ربع ساعة في الشوت التاني شارك رام ربيع في اول زهور له بعد اصابته مع احمد الشيخ وشام محمد مؤمن زكريا وعمار حمدي ومحمد شريف ومصطفى شبير وكريم يحيى وميد وجابر فرقة تانية فرقة تانية بعناصر تانية لو انت شفت كده عناصر كمان بدأ يجي ايه داخل عصة صغيرة واحد زي عمار